السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حباب قلب عمين اي يا رب وكلا بخير اخرجتهم عشان نرجع المناعة بتاعتهم زي الاول تاني هو مضى طاري جتاً جتاً يا جماعة ساعة احنا رقيتهم قرب البيت جيلات جاني يجبتهم مجرد العزين جايباهم من بارح المغرب وقولت اصابهم من الطيور تصبح تفتر جداً الطيور اللي معنا موجودة معنا جماعة حالياً الحمد لله وهي سا جتاً جتاً رحمد رفوله مشكل فضله والحمد لله ويبوضوا معي وتمام التمام ما فيش اي مشاكل يعني نخسيرت الرومي مش مشكلة اقدر عوضه تاني بالاحصر بالشغل بس يعمل حاجة بس يعمل حاجة عفلية عندي بقى يا جماعة هرس البيت عندي رزه وتقوير بكوسة لقى لابنت عايزتك يمعشي بكوسة فقعت قورتها على بيات عندي التقوير بتاحها عشان ايه؟ احطه للطيور لان قلب الكوسة بيحلو جداً جداً يا جماعة فيه كمار هزائية قوية جداً جداً للطيور فيعني ايه؟ تبتوا ركنتوا بهرس البتاع عشان اصبح احطه للطيور يا جماعة هنطلوم بس للطيور الاول وبعدين البلوم الهرس الثاني احطه ما هو قدام منك الجهاد يوم بتروحي ورا ليلة تبقشي على بعد ليلة احطه ليلة حلو جديد شوية برسين بس مش عارة هيبقى اه شايخ ولا طري ولا اضروك وحاول كده هشوف لو شايخ هرح تكونه مكده لو طري اخارطه برد بس كمكة شايف شايف والحمد لله لأ مؤرف كله كده أحسن ساعد في التحريف لأنه خلاص بينا نقصوا السر البرسين بقى خلاص يا جماعة بدأ يشيخ فالناس بتحشوا بتنشفوا عشان تدرسوا للنواش الوقت الناس كلها بتحش البرسين بقتي وتنشفوا عشان تدرسوا للنواش خلينا في الحبون تتحلي ثم ده أحسن من البرسين ألف مرة وفيه كمه غزائي أعلى من البرسين ساعد ما رقيت الشنط الحمد دوري مبارح كأن الات كنز والله العظيم كأن الات كنز حلو جدا جدا للمعنى الطيور رفع مناعة ويرفع إنتاج البيض عن الطيور كل ما تعرفوش كمان ويزود نسبة الخصوة في النطيف يعني ليه فوال كثير الحمد دوري عظيم حلو جدا جدا يعني حكمته الغزائية عالية وكويس جدا جدا للطيور يا جماعة والله العظيم قال إذا علانك إنه خلاص يوسم بتاعه هي ينتهي لإننا خلاص في الصف فبيبدأ يروح بقى بيبدأ يعمل تقاوي بقى وخلاص ويلفف على كده محرطتهم هو أسألهم بقى ينتهي لمشهد القدرة أسألهم بقى ينتهي لدفع القدرة قدرة إنتهي لإنتهي 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 بقى وخلاص أبوا أمنه بسم الله من شاء الله الحمد لله وشكرا لله لنا لديت تحفظ على الفراخ يا جماعة لان الفراخ لطان جرالها حاجة تهزع جدا 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 الحمد لله طالما هم بيضوزوا العرف بتاحهم احمر ماتش اي مشاكل احمر احنا هم قابت الدواء البطر اللي انا جبتوا انا هتفعلهم يوم واحد ولقيتهم فيه طاش ما صغرت عندهم فجأة كده بيعططوا كلهم فقلت لأ ما قدتش حتى الدواء ده انا هنشتغل شيح وزعتر ولمون يا جماعة زي ما نشتغل مع طيوري قبل كده ويكل ورهم الحاجات تاني فانا عمنا لهم مبارح حتى دفلوم شيح النهاردة بقى غالية شيح وزعتر ولمون عمنا الوصفة على بعضهم النهاردة وابدأ دفلوم على المية عشان ربنا يستورها معنا لان لقيت الدواء البطري مش هيجب نتيجة معي خالص انا لجأت الدكتور البطري لما لقيته الروم مات عندي بس انا ليه ادمارك خلاف الناس كلاف ما بقتناش بالأدوية البطري يا جماعة انا ما بقتناش بالأدوية البطري فلما حطت لهم شيح مبارح صباحة من عرض لقيته مستضمشه الله حلوم جدا جدا وابدتش مبتاع مبارح ديت انا مش لقيها بخالص لان الدواء شكله جديد وهيجب نتيجة عكسية معا فانا وقفت وخالص مبارح انا بحط منه والبط بس فقط لا غير لما انا وقفت بالنسبة للفراخ الرومي وقفت وخالص مبارح حطت شيح داي ما قلتلكم والنهاردة شيح عمل لهم شيح وزعتر ولوهم هحطولهم على المية وعمل لهم النسائق بتاعتهم وان شاء الله رفونا يستورهم معانا وما يخصرناش كتيرنا نقوم بس عشان تفل النسائق بتاعتهم وقبلهم مية ننظفة عشان نضيف الوصفة بتاعتني علي نجيب بس الهرس بتاعنا ايه دو يا شباب ايه دو يا شباب انا انا اجبلكم مية بش ايه ما اعمل فقط الحاجة والله موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته